اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على سكة التنفيذ وتحالف استراتيجي برعاية أمريكية إسرائيلية لمواجهة إيران وحلفائها تعديل وزري في إيران وروحاني يؤكد أن طهران قادرة على تركيع أمريكا وستتصدى بقوة للحرب الاقتصادية أهلا بكم أكدت القمة الربعية التي عقدت في مدينة إسطنبول بمشاركة رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية بشأن الملف السوري أكدت ضرورة الحل السياسي وضمان استمرار وقف إطلاق نارة وتثبيت الهدنة ولسيما في إدلب المشاركون دعوا إلى تأليف لجنة دستورية بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري هذا تقرير للزميل محمود واثق يعود الملف السوري إلى الواجهة من جديد هذه المرة من على طاولة قمة ربعية تركية روسية فرنسية وألمانية في إسطنبول اتفق الأطراف الأربعة في الأساس على الحل السياسي وتسوية كل الخلافات عبر الحوار مع التشديد على ضرورة التخلص من التنظيمات الإرهابية في المناطق السورية كافة والالتزام باتفاقيات أستانا وسوتشي التي أدت دورا كبيرا في تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ولسيما في الشمال السوري كان الاجتماع مثمرا وقد أكدنا على وحدة الأراضي السورية واستمرار المساعي للوصول إلى حل دائم بمشاركة جميع الشرائح السورية هذه القمة داعمة وامتداد لمساعي أستانا وجهودها التي أخذت بعدا دوريا لا بد من مشاركة فاعلين آخرين في الملف السوري ضمن هذه الاجتماعات ولا بد للحرب في سوريا أن تنتهي وهذا يتطلب حوارا جادا وعلينا أن نجعل من عملية الهدنة ووقف إطلاق النار عملية مستدامة ومستقرة اختلاف وجهات النظر بين الزعماء المشاركين في القمة الربعية كان واضحا ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد مدة زمنية لتشكيل لجنة دستورية والموقف من الرئيس السوري الرئيس الروسي حسم موقف بلاده وأكد أن شعب السوري وحده من يقرر مصير رئيسه ويحدد مستقبل بلاده وعلى العالم احترام ذلك مشيرا إلى أن روسيا ستعمل لإنجاح الحوار بين جميع أطياف الشعب السوري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين على المجتمع الدولي دعم الدولة السورية لبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية روسيا ستدعم جهود الحكومة السورية للقضاء على التنظيمات الارهابية نحن ندعم الحوار وهذا ما نؤكد عليه ونتمنى أن تستأنف عملية الحوار مع نهاية العام الحالي يجب الوصول إلى حل دائم وشامل للأزمة في هذا البلد عبر الحوار أما لجنة صياغة الدستور في سوريا فستكون قد تشكلت وباشرة عملها قبل نهاية العام الجاري إيران الغائبة الحاضرة في قمة إستنبول أكد المجتمعون استحالة أي حل للملف السوري من دون مشاركة إيرانية ملموسة والتي سيتم تزويدها بنتائج هذه القمة قال أردغان وأكد أن طهران ستشارك في هذه الجهود وعبر هذه المجموعة في المراحل المقبلة التشديد على الحل السياسي والحفاظ على وقف إطلاق النار واستمراره والتوفير مناخ مناسب لعودة توعية للاجئين السوريين إلى ديارهم مع الإصرار على متابعة جميع المنصات الدولية الدعية إلى وضع حد لمعاناة السوريين هي أهم القرارات التي خرجت بها القمة الربعية محمود واسق إسطنبول الميادين واخلال المؤتمر السحفي الذي تلا قمة إسطنبول أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن بلاده تول اهتماما للزيارة المرتقبة للمدعي العام السعودي سعود المعجب إلى أنقرة في إطار التعاون بين البلدين في التحقيقات بشأن مقتل السحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول وأوضح أردغان أن محاكمة المتهمين الثمانية عشر يجب أن تكون في تركيا حيث ارتكبت الجريمة سبقت هذه المواقف دعوة أطلقها قادة فرنسا وألمانيا إلى تنسيق أوروبي مشترك بشأن عقوبات محتملة ضد السعودية بيان لقصر الإليزي أكد أن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرو والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل أعربا عن رغبتهما في تنسيق الموقف الأوروبي فيما يخص أي عقوبات ضد السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وكان وزير الخارجية السعودية عادل جبير قد قال أن بلاده ستحاكم المتورطين في قضية قتل خاشقجي في السعودية وأشار في مؤتمر حوار المنامة في البحرين إلى أن هناك أشخاص تجاوز حدود سلطتهم نحن نحاول الكشف عما حدث نعلم أن خطأ قد ارتكب وأن أشخاص تجاوزوا حدود سلطتهم ونحن بصدد إجراء التحقيق وقد جرى فصل ستة أشخاص إضافة إلى ثمانية عشر شخصا الذين احتجزهم المدعي العام لاستجوابهم ستتم معاقبة المسؤولين لذا ننتظر حتى يكتمل التحقيق في المملكة السعودية وفي تركيا ومن بعدها سنصدر الأحكام وفي إطار التحقيقات في قتل خاشقجي أجرى خبراء فحصا لشبكة الصرف الصحي في شارع القنصلية السعودية في إسطنبول وكالة الأنضول أفادت بأن موظفين من شركة خاصة أجروا فحصا للشبكة عبر كاميرات مسيرة وأنزلت الكاميرات في قنوات الصرف الصحي في الشارع فبعد إتمام عمليات الفحص غادرت المركبة المنطقة أكد مسؤول في بلدية مدينة بيترسبورغ بولاية بانسلفينيا الأمريكية أن عدد قتل الهجوم المسلح على محيط كنيس يهودي ارتفع إلى 11 شخصا وقال الأعلام الأمريكي أن بين الجرحى ثلاثة رجال أمن على الأقل وأن المهاجمة سلم نفسه للشرطة من جهته أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في تشديد القوانين الخاصة بأحكام الأعدام وقال عندما ينفذ أشخاص عمل من هذا النوع فلابد من أن يحكم عليهم بالأعدام إنما يحصل بسبب الكراهية في بلدنا وفي مختلف أنحاء العالم أمر رهيب يجب فعل شيء حيال ذلك انظروا إلى العنف حول العالم العالم بات عنيفا وعندما تظنون أن ذلك انتهى يعود ذلك على هيئة رجل مجنون ومخبول أعتقد أن هناك شيء يجب علينا فعله علينا أن نشدد القوانين المتعلقة بعقوبة الأعدام عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لابد من أن يحكم عليهم بالأعدام عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى تهديئة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية أحمد غاني هي لحظات الوداع الأخيرة للشهيد أحمد أبو لبدي الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق خانينوس لحظات ممزوجة بالحزن والأسى لم تمحى من ذاكرة والدته التي انتظرت عودته إليها سالما أحمد أوفى بالوعد لكنه عاد إليها شهيدا كما أحب وتمنى الله كل ما يروح يقول مش راجع رايحة استشهد برق قالوا أولا دعموا رايحة الجنة ورايحة محمد رايحة الجنة حقولي أولا على شهادة الله واحد والتباط واحد بقولهم قالوا من نتفه هذه الممرضات بدون نستشهد فيها نستشهد فيها نتفه هذه وداع الشهداء جاء بعد ساعات من إعلان حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى تهدئة مع الجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية بعد ليلة ساخنة انفرضت فيها سريا القدس بقصف مستوطنات غلاف غزة بالقذائف والصواريخ كرد على جريمة استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة لن يسمح للعدو الصهوم بأن يبقى وحيدا يحدد قواعد الاشتباك ويبقي غزة ومتظاهرين ساحة رماية له لذا نحن ملتزمون بحماية أبناء شعبا ودفع عنهم ما حصل من جهد مصري مشكور أدى في النهاية إلى الوصول إلى تهدئة برعاية مصرية أوقفت العدوان الصهوم عن قطاع غزة الرد الإسرائيلي كالمعتاد طال مواقع تابعة للمقاومة وأراضي زراعية خالية فضلا عن أماكن غير مأهولة لكنها وصفت بالأعنف منذ فترة عدوان رأت فيه حركة حماس أنه يأتي في إطار التنافس الحزبي وأنه محاولة إسرائيلية لتصدير أزماتها الداخلية محاولة إسرائيلية للتهرب من استحقاقات أي تهدئة بموجبها يتم فتح المعابر وأنهاء حصار قطاع غزة لن تسمع حركة حماس ولا المقامة الفلسطينية أن تبقى غزة ساحة للتنافس الحزب الإسرائيلي أو مادة أيضا للتنافس الداخلي أو تصدير أزمات إسرائيلية داخلية على قطاع غزة سرايا القدس أكدت التزام المقاومة بالتهدئة ملتزم بها الاحتلال رد المقاومة على جرائم الاحتلال وتهديداتها بتوسيعه كما ونوعا رسالة تؤكد جاهزية المقاومة من ناحية وإفشالها المحاولات الإسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك من ناحية أخرى أحمد غنم غزة الميادين أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التزامها وقف أطلق نار في قطاع غزة شريطة يلتزمه الاحتلال الإسرائيلي موقف الحركة جاء بعد دخول القاهرة على خط الاتصالات لانا شهيد مصر صمام الأمان مجددا تتدخل على وجه السرعة لنزعفة لمواجهة عسكرية لاحت في الأفق خلال الساعات الماضية فيما يتصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق شامل لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مقابل تخفيف الحصار لكن هذا لم يمنع إسرائيل من سفك الدماء فجاءها رد حركة الجهاد الإسلامي التي تبنت إطلاق الصواريخ وهدد جناحها العسكري بتوسيع دائرته كما ونوعا إذا استمر العدوان التخبط لا يزال سيد الموقف في إسرائيل المقسمة على نفسها بين العسكر والساسة فبين من لا يريد التصعيد وبين من يهدد ويتوعد بعملية عسكرية تتعدد التصريحات وتتنوع لكنها تعود وتلتقي في مربع ترميم قوة الردع المتآكلة أما المقاومة فلا تقبل بتغيير قواعد الاشتباك وتصر على ترسيخ قاعدة القصف بالقصف والدم بالدم غزة المحاصرة أعلنت مقاومتها مرارا وتكرارا أنها لا تريد التصعيد لكنها جاهزة في الزمان والمكان للتصدي لأي عدوان أما إسرائيل المنتشية إلى حد الثمالة بعلاقاتها مع بعض الدول العربية فلا ترغب في تأليب من يهرول نحوها مطبعا ولو لمجرد ذر الرمد في العيون أما التلويح بعملية عسكرية في غزة فحتى من قلب إسرائيل خرجت أصوات تتطابق والرأي الفلسطيني بأن التهديدات لا تعد كونها مزايدات انتخابية ومع ذلك فإن المقاومة لا تأمن غدر الاحتلال وتبقى غزة ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات كر وفر بين المقاومة وإسرائيل وموازين القوى قد تغيرت تقول المقاومة وتؤكد أن أي عدوان سيكون له ما بعده فهل ستتمكن مصر من كبح جماح الموقف والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل أم تفلت الأمور من عقالها لانا شهين غزة آل ما يدين إلى ذلك أعلنت سارايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة بثلاثة وثلاثين صاروخا وعشرة صواريخ جراد وثمان قذائف هاون ضمن عملية سمتها ثأرة شرين بيان سارايا القدس أكد أن العملية تأتي ردا على تغول الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في مسيرة العودة وثأرا لدمائهم سارايا القدس أكدت أنها وكل فصائل المقاومة جهزة للدفاع عن دماء الشعب الفلسطيني وأنها لن تسمح للاحتلال بالاستمرار في عدوانه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الشرعي الفلسطيني عزيز دويك أنه يتعين على السلطة الفلسطينية الأعلان الفوري عن رفع العقوبات عن قطاع غزة دويك حذر من العبث بالمؤسسات الفلسطينية وتميعها واستخدامها لتنفيذ أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني وطلب الرئيس عباس بالتزام نصوص الدستور المحافظة على مفاصله أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مظهر أن من حق المقاومة الفلسطينية الرد على أي عدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين مظهر أشار إلى وجود جهود مصرية جدية لوقف العدوان الإسرائيلي هناك جهود مصرية متواصلة لمنع حدوث عدوان متواصل أو عملية واسعة وكبيرة على الفلسطيني وأعتقد أيضا الحسابات الإسرائيلية ليست بوارد شن عدوان على فلسطة غزة هناك التهديد الأكبر والاختمام الأكبر في الجبهة الشمالية وبالتالي في طار هذا التنافس وهذا الصراع الداخلي ما بين الأحزاب الإسرائيلية أعتقد أن حكومة الاحتلال الفاشية ليست معنية بأي حال من الأحوال بفتح جبهة مع قطاع غزة أو شن حرب على قطاع غزة أعلن مستوطنون منطقة غلاف غزة عن غضابهم وأحباطهم من الوضع الأمني القائم الذي يتفجر في كل مرة في وجوههم بحسب تعبيرهم نحن نعود إلى حالة القصف نفسها الذي يستهدفنا ويشويش حياتنا أنا آمل أن يجد الجيش الإسرائيلي الحل أولادنا خائفون وهذا يضبطهم كل مرة وهم غير جاهزين يقولون يوجد وقف إطلاق نار وتهدئة وكل مرة ينفجر هذا في وجوهنا لقد سئمنا من هذا الوضع وفي الضفة الغربية شيع مئات الفلسطينيين الشهيدة عثمان أحمد لدودا في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رامالله الشهيد استشهد خلال تصدي الفلسطينيين الاعتداءات قوات الاحتلال في أراضي المزرعة أثناء محاولتها مصادرتها لمصلحة الاستيطان وبالزخم نفسه تتواصل مسيرات العودة في أسبوعها الحادي والثلاثين عند حدود قطاع غزة وكل الرهانات التي توقعت انطفاء شعلتها سقطت تماما كما سقط بالأمس القريب سقطت هذه الأقنعة العربية التي تهرول نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي زهراء ديراني وإن أقلع العالم كله عن نصرة فلسطين لن تلقي هذه اليد مقلاعها ولن تصافح ولن تسامح يهرول بعض حكام الأمة نحو التطبيع فتحث غزة الخطى نحو عدوها بثبات تتقدم هذه المرأة الفلسطينية لتواجه جيشا تسابق الرجال إلى الميدان وتزاحمهم عند الخطوط الأمامية وصوتها يصدح لن نساوم لن تستسلم غزة في زمل انهيار الهامات في مستنقع التطبيع في جمعتها الحادية والثلاثين تقف بكامل شموخها وصلابتها وعزيمتها لتؤكد لكل من تنكر لها أن نار المقاومة لن تطفئها أي ذن مصافحة وأن مسيرات العودة الكبرى لن يهدأ زخمها وأن الألاف سيأتون أفواجا من كل فج عميق في القطاع منهم من تأبط عكازه ومنهم من لم يقعده العز عن تلبية نداء القضية يدفع عربته فيما تدور عجلة التطبيع بسرعة معبدة الطريقة لصفقة القرن جمعة هذه تختلف عن كل الجمعة أو الأسبوع الماضية جاء الشعب الفلسطيني من كل أنعق قطاع غزة في عملية تحدي رغم أن جيش الإسرائيل أكثر من 72 ساعة ويغدد ويتوحد سيدرم مصيرات العودة بكل قوة إلا أن الشعب خرج عن بكرة أبيه إلا بدنا فلسطين ترجع إنا والكدس والأكثر كمة الحياة كلها الأكثر الكدس بالقدس يطوص هذه الجدة الأجيال تكررها ثلاثا كي لا تقتلعها من ذاكرتهم أنظمة طلقت القضية بالثلاث فيما يرقص هذا الشاب على أنغام تبشر بنصر قريب متحديا محتلة غير آبهم بأزيز الرصاص ولا مكترف لأقنعة سقطت بالأمس القريب ونسيت أن اللحن سيبقى فلسطينيا مهما ارتفعت الأصوات النشاز صعد الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان إضرابه عن طعام ليعلن الإضراب عن المياه أيضا عدنان الذي يدخل اليوم السابع والخمسين من إضرابه المفتوح عن الطعام سيبدأ الإضراب عن المياه في تصعيد هو الأخطر في سبيل تحقيق مطلبه في نيل الحرية كما دع عدنان وسائل الأعلام لمتابعة محاكمته المقررة الأثنين المقبل في المحكمة العسكرية الإسرائيلية اللجنة الشعبية لتضامن مع الشعب السوري وقيادته الوطنية تدشن نصبا تذكاريا في مدينة عكا الأديب الشهيد الفلسطيني غسان كنفاني هذا تقرير لهناء محمد هنا ولد وانبثقت أولى ذكرياته عن فلسطين وهنا بالقرب من أسوار عكا وبحرها يخلد بنصب تذكاري بعدما صار غسان كنفاني المثقف والمناضل خالدا بأدبه وأيقونة باستشهده القيم على هذا النصب هي اللجنة الشعبية لتضامن مع شعب السوري وقيادته الوطنية التي قررت أن تحيي ذكرى الشهداء القضية الفلسطينية أمثال غسان كنفاني وناجل علي والشهداء قبل النكبة أيضا من مثل محمد جمجوم وعطى الزير وفؤاد حجازي والقائمة تطول بأسماء الشهداء إقامة هذا النصب التذكاري في عكا يعيد روح وضرب والقيم التي أظهرها غسان في كتاباته للعالم والشعب الفلسطيني بحقه في العودة بحق الشعب الفلسطيني بعودته إلى أراضيه وإلى بيته وإلى وطنه يحتفي الفلسطينيون بغسان كنفاني رغم مرور 46 عاما على استشهاده في بيروت بل أتينا لكي نقول بأن ما تركه لنا الشهيد من كلمات ومواقف إنما نعتبرها تراثا وإرثا وطنيا يجب أن نتمسك به وأن ننادي به دوما أترق الخزان نداء أحد أبطال روايته رجال في الشمس تستعاد لتدق ناقوس الوحدة والمقاومة في الزمن الصعب نحن مصرون على الاستمرار في هذا النضال حتى يأخذ كل صاحب حقه وبالأساس شعبنا العربي الفلسطيني وسوريا قدمت المثل في الصمود والتضحية أنه بالإمكان التغلب على كل الأعداء مهما كانوا أقوية تلاحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في شتى مجالات الحياة ومنها نشاطاتهم الثقافية والوطنية أمر دفع بالقيمين على هذا النصب إلى بنائه داخل مقبرة منعا لهدمه في هذه المقبرة أيضا نصب تذكاري يستذكر ثلاثة من شهداء الثورة الفلسطينية الذين أعدمهم الإنجليز في سجن عكا القريبي من هنا وأصبحت أسماؤهم أهزوجة شعبية كما غسان كنفاني هنأم حميد مدينة عكا الميادين النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل اغلاق جناح لعرض منتجات إسرائيلية في المعرض الدولي للتمور في المغرب من جديد أهلا ومرحبا بكم استضافت البحرين مؤتمر حوار المنامة للأمن الإقليمي أبرز الحضور وزير الدفاع الأمريكي والبريطاني المؤتمر الذي طرح فكرة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يبدو أن أبرز أهدافه إيران وتمهيد الطريق للتطبيع مع إسرائيل هبا محمود وفق سياق منسجم متناغم خرج الكلام من البحرين ترحيبا بما حدث في سلطنة عمان صحيح أن السعودية ينفي تطبيعه مع إسرائيل ولكن الأفعال أعلى صوتا من الأقوال بالنسبة إلى قضية إسرائيل فنحن في السعودية ليست لدينا علاقات معها إذ نعتقد أن مفتاح تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يكون عملية السلام ومبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002 ولكن الحقائق تؤكد التسليم من دون ثمن فباللغة الإنجليزية نفسها أشاد العربي الآخر الوزير البحريني الجالس إلى يمين السعودي بسلطان قابوس رافضا التشكيك بحكمته في القضية الفلسطينية ومن المؤتمر نفسه أكد وزير الشؤون الخارجية العمني مراهنة السلطنة على واشنطن وعلى مساعي ترامب في العمل للدفع باتجاه صفقة القرن مشيرا إلى أن إسرائيل دولة موجودة في المنطقة ولا بد من إدراك ذلك وعلى غرار التقسيم الأمريكي الدرامي للعالم بين محور للخير وآخر للشر تنتقل العدوى إلى السعودية ويقول وزير خارجيتها إن الشرق الأوسط خاضع لرؤيتين رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية ولا عجب أن الأمريكية توعد باللغة نفسها بعقوبات ستكون الأكثر صرامة في التاريخ ضد طهران إلا أن أمريكا يؤرقها الروسي أيضا رافضة ترك الساحة له انتهازية روسيا واستعدادها للتغاضي عن أنشطة الأسد الإجرامية يثبتان عدم التزامها الصادق بمبادئ أخلاقية الوجود الروسي في المنطقة لا يمكن أن يحل محل التزام الولايات المتحدة الطويل الأمدي والمستمر بشفافية تجاه الشرق الأوسط وهو التزام أعيد تأكيده اليوم من دون تحفظ وفق هذا السياق تطرح فكرة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حتى بمشاركة قطرية ويبدو الهدف إيران وحلفاءها لذا وإذا أجيز الاختزال في مشهد مؤتمر البحرين فقد يجوز القول ضيوف غربيون وقادة عرب ولسان أمريكي يجعل من إيران عدوا ومن إسرائيل شريكا وعلى هامشي حوار المنام قال وزير الشؤون الخارجية العمني يوسف بن علوي إن السلطنة تطرح أفكاراً لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب وليست وسيطاً الوزير العمني كان قد قال إن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها في العمل باتجاه صفقة القرن نعتقد أن العالم بأسر يريد أن يرى وقد صار اتفاق بين طرفين الفلسطيني والإسرائيلي لأن هذا مهم بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ولكن تنظر في أن شرق الأوسط وهو وسط العالم يؤثر على مصالح العالم فهذا الرغبة موجودة الدول الغربية الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الروسية الاتحادية وغيرهم لهم أيضاً دور في هذا القضية والدور الرئيسي هو لفخامة الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعمل في شأن اقتراح كما تسمى صفقة القرن بن علوي رأى أن هناك انحساراً للخلافات قواها مرة أخرى لقيت زيارة نتنياهو المفاجئة لسلطنة عمان ولقاؤه السلطان قابوس بن سعيد ارتياحاً إسرائيلياً واضحاً ورأى فيها الإسرائيليون اختراقاً دراماتيكياً في العلاقات العلنية والتطبيع مع دول الخليج نتابع هذا التقرير لزميل هاني فحص فيما كانت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريجف تزور عاصمة الإمارات أبو ضبي لحضور مباريات الجودو السنوية كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان هي الأولى بهذا المستوى منذ العام 1996 الزيارة التاريخية والدراماتيكية كما وصفها معلقون إسرائيليون تناولت بحسب نتنياهو عملية التسوية والاستقرار في المنطقة أهداف ومضمون زيارة التي تطرق إليها نتنياهو بشكل مقتضب كانت موضع اهتمام وعناية من قبل المعلقين والمحللين نتنياهو وصل مع مستشاره ورئيس المساد يوسي كوهن الذي أدار الاتصالات مع العمانيين للوصول إلى إتمام هذه الزيارة هم أشروا محادثات مطولة جدا سواء فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني أو الإيراني وأيضا بخصوص الوضع في سوريا يتعلق الأمر باختراق سياسي دراماتيكي جدا وفيما رأى معلقون في الزيارة إنجازا سياسيا لنتنياهو أثر آخرون إجراء قراءة سريعة في دلالاتها ومعانيها بالنسبة لإسرائيل هناك ثلاثة أمور من ناحية إسرائيل الأول وهو أن الزيارة إنجاز كبير ففي الواقع خرجت من الظلمة إلى النور ثانيا ربما تظهر دول أخرى شجاعة وتفعل شيء نفسه ثالثا وهو الأهم وأن إسرائيل تأمل أن يؤدي ذلك إلى اتصالات أو لبدء اتصالات سرية أيضا مع دول لم يكن يتوقع أن تفكر إسرائيل في أن تجري معها أي نوع من الحوار تحدث معنا مصدر إسرائيلي رفيعا للقاء الإستثنائي والمهم بين رئيس الحكومة نتنياهو وسلطان عمان وقال العلاقات بين إسرائيل وعمان ستتحول من الآن إلى علانية وفي خطوة بالغة الدلالة فإن الطائرة التي أقلت نتنياهو الوفد الإسرائيلي المرافق عبرت الأجواء السعودية والبحرينية في طريقها إلى مصقط على ما قاله معلقون إسرائيليون إخراج منظومة العلاقات بين إسرائيل وعمان من إطارها السري سرعان ملقي ترحيبا من قبل أوساط إسرائيلية عديدة وقد رأى وزير التربية نفتالي بنت أن زيارة إلى عمان تشكل انطلاقة سياسية هامة وهي جزء من الاستراتيجية الإقليمية لإسرائيل إذا كان اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل مفصلا سياسيا خطرا فإن السلوك الرسمي العربي الذي تلاه يعزز الاعتقاد لأن تسابق بعض العرب على التطبيع مع الاحتلال يهدد القضية الفلسطينية بالتصفية في المقابل يستمر الرافضون للتطبيع في مقاومته بشتى الوسائل وأهمها تعزيز عناصر القوى ضد إسرائيل محمد محسن والتفاصيل قد تذهب إلى خيار التطبيع مع إسرائيل وأنت على شفير الانتصار عليها يصعب تبرير ذلك بلغة المصالح قبل تبريره بمعايير الهوية الوطنية والقضايا العادلة هذا ما فعله رئيس المصري الراحل أنور السادات قبل عقود من دون أن يتمكن هو ومن جاء بعده من صوق خطاب واحد للشعب عما جنته مصر من التطبيع مع عدوها الاستراتيجي وبمعيار المشهد المصري نفسه يقرأ تسابق دول عربية على التطبيع مع إسرائيل بمستويات مختلفة ولسيما في الخليج من قطر إلى الإمارات إلى البحرين إلى سلطنة عمان وليس انتهاءا بالمؤشرات الواضحة على التقاطعات السعودية الإسرائيلية في أزمات المنطقة فإن المصلحة من التطبيع مع كيان يبذل ما في وسعه لكسر أي توازن في القوة يمكن أن تملكه دولة إقليمية أخرى سواء استطاع ذلك أم لم يستطع التطبيع بوصفه مساواة جائرة بين إسرائيل وثمانية دول عربية اعتدت عليها عدا عن احتلالها فلسطين يعني أن المطبعة لا يعتبر إسرائيل عدوا يحصل أن تستضيف قطر والإمارات منتخبات رياضية إسرائيلية وأن تستقبل عمان وفدا إسرائيليا رئاسيا في وقت قريب من السنوية الأولى لاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل في المقابل يحصل أن تقاوم إسرائيل بلحمك العاري رافضا التطبيع معها وهو ما يتكرر يوميا ضمن حالة المقاومة في عموم المنطقة هذه النار في غزة تزعج الملوك وتفرح الشعوب المكتومة صوتها هذه الإطارات المشتعلة تقلق إسرائيل أكثر من أسلحة اشترتها دول عربية بمئات مليارات الدولارات يقتل بها اليمنيون كل يوم إسرائيل تقول ذلك في دراساتها وتصريحات قادتها وسلوكها الميداني تقلقها أسلحة المقاومة علما أنها لا تقارن كما ونوعا بالترسانات الخرساء في المخازن العربية لكن جماعة من العرب تصر على تجاهل كل ذلك عمدا ولعل في ذلك فائدة بأن تتمظهر الحقائق على نحو أكثر انكشافا في سياق تاريخي يضع عمر القضايا في مقابل عمر العروش وعلى عاتق التاريخ تقديم النتائج لمن يقرأ لا للتطبيع، التطبيع جريمة والتطبيع خيانة وصومات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن الامتعاد من تطبيع الإمارات وقطر العلني مع إسرائيل وتعليقان على زيارة بنيامين نتنياهو الصادمة لسلطنة عمان التفاصيل في العرض التالي للزميلة بسانت الراف أهلا بكم لم يعد لسان الضاضي يجمع بلاد العربي كمراء الشاعر فخر البارودي إنه موسم المصافحة بالجملة علاقات مع إسرائيل تتوتض وتتكشف إلى العالم من أين نبدأ؟ من الإمارات أم من قطر أم من سلطنة عمان؟ لا فرق مدام أنه لا رادع يعرقل بين الجودو والجنباس اشتعل تويتر ببعض الأوسمة والتغريدات التي تعبر عن الامتعاد الشعبي من تطبيع الحكومات ولكن بداية لنشاهد معا هذا الفيديو أعضاء البعثة الإسرائيلية في مباريات الجراند إسلام للجود في الإمارات يحتفلون باستقبال يوم السبت المقدس في أبوظبي ويغنون أغاني السبت اليهودية عبدالله الملة من قطر غرد أتطبيع مع المحتل والمختصب والقاتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف يا إخوان محمد الشيب من الكويت نشر كلمات النشيد الإسرائيلي بالعربية مغردا عار وألف عار أن يرفرف على ملكيان صهيوني في سماء قطر ويرتفع صوت نشيدهم الوطني لا للتطبيع لا لبيع دماء فلسطين هاني الخراز من قطر نشر صورة للاعب الجنباز الإسرائيلي الذي هو في الأساس رقيب في جيش الاحتلال والذي واجه صعوبات في السفر إلى قطر خوفا على أمنه وسلامته لكونه جنديا مغردا ليسوا مجرد رياضيين وتحت هاشتاغ التطبيع جريمة والتطبيع خيانة انتشرت التغريدات سوزان من لبنان غردت لا تصالح إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل لا تصالح من القدس غرد محمد إبراهيم في قطر ودبي فريق رياضي سيرفع العالم الصهيوني وفي عمان حديث المذيع يعكس حجم المأساة وخطورتها المغردة فات من جهتها نشرت وثيقة اعتراف الملك عبدالعزيز آل سعود للمندوب البريطاني بإعطاء فلسطين لليهود وعلقت منهم من باع ومنهم من طبع وكلهم خونة وتحت هاشتاغ لا للتطبيع غردت سارة كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف تحت هاشتاغ لا للتطبيع نوال من جهتها غردت ستظل فلسطين الثابتة وستذهب إسرائيل الطارئة المغرد عماني نشر فيديو معلقا قنصلية المملكة العربية السعودية في تل أبيب وراية التوحيد ترفرف وهنا ينتهي الكلام إلى ذلك استنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عرض منتجات لشركة مرتبطة بالجيش الإسرائيلي في المعرض الدولي للتمور بأرفود قبل أن يقفل الجناح الخاص بها وراء المرصد أن تسويق التمور الإسرائيلية وسماح للشركة الإسرائيلية نتفهم بممارسة أنشطتها التجارية في المنطقة وفي المغرب ككل عمل مدان يتحمل من سمح به ورخص له المسؤولية الكاملة عن خليانة أرواح الشهداء شهداء الوطن وشهداء القضية الفلسطينية من المغاربة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات الأمريكية على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع ستكون الأكثر صرامة في التاريخ ضد طهران بومبيو أكد أن إيران تعرض الطائرات المدنية التجارية للخطر بسبب الإجراءات التي تتخذها وأضاف أن بلاده حضت شركائها الأوروبيين على مساعدتها على مواجهة السلوك الإيراني وفي طهران وبعد جلسة مطولة استمرت تسع ساعات منح البرلمان الإيراني ثقته لأربعة وزراء رشحهم الرئيس حسن روحاني لتولي وزارات الاقتصاد والصناعة والمواصلات والعمل خطوة البرلمان الإيراني تتيح لروحاني مواصلة إجراءاته العملية لمواجهة العقوبات الأمريكية التي ستنفذ الأسبوع المقبل على نحو أفضل أحمد البحران تسع ساعات من النقاش في البرلمان أثلجت صدر حسن روحاني فالنواب منحوا الثقة دفعة واحدة لأربعة من مرشحيه لإدارة وزارات الاقتصاد والصناعة والعمل والمواصلات يبدو أن البرلمان أخذ في الاعتبار هذه المرة أن البلد يمر في ظروف معقدة لكنها ظروف ستتغير كليا بحسب الرئيس الإيراني نحن قادرون على تركيع أمريكا إذا كنا متحدين برغم أنها استلت سيفها في مواجه الشعب وبرغم علمي أن الشعب يتعرض لضغط كبير أطمئنكم وأطمئن الجميع إلى أن من يقول إن إيران مقبلة على موجات تضخم هائلة إما يكذب وإما لا يفهم شيئا في الاقتصاد سنتصدى بقوة للحرب الاقتصادية المفروضة علينا لماذا لا تثقون بالشباب في اختياركم للوزراء لماذا لا تقترحون سوى السياسيين لوزارات تخصصية معدلات البطاة المخيفة في البلاد هي من نتاج هذه السياسات الخاطئة وهذه العقلية الحاكمة بعيدا عن السجالات الحادة بين روحاني ومعارضي سواء هنا داخل البرلمان أو خارجه فأن جميع القوى في إيران الأصولية منها والإصلاحية تضع عنوانا عريضا واحدا نصب عيونها في الظروف الراهنة سبل اجتياز الرابع من تشرين الأول نوفمبر المقبل بأقل الخسائر الممكنة هناك من وجه أقوى الانتقادات للرئيس لكن كونوا على ثقة أن الاتحاد الموجود بين التيارات السياسية لم يكن في يوم من الأيام أقوى مما هو حاليا الجميع يبحث عن مواجهة العقوبات الأمريكية أما الخلافات فهي على طرق هذه المواجهة مع بدء العد العكسي لتنفيذ الحظر الأمريكي على إيران الأحد المقبل لا تخفي الحكومة تعويلها على حزمة الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي في المقابل تعلو أصوات معارضة تطالب باتخاذ قرارات ثورية تعيد هيكلة الاقتصاد الإيراني برمته أحمد البحراني طهران الميادين إلى دمشق حيث يعقد المكتب التنفيذي لمجلس السلم العالمي اجتماعه تضامنا مع سوريا الاجتماع حضره ممثلو أربعين دولة ناقش خلاله خطة عمل المجلس ونشاطاته للسنوات المقبلة محمد الخضر ممثلو نحو أربعين دولة في مجلس السلم العالمي يجتمعون في دمشق اختيار سوريا وهي تخرج من حرب دامت سبع سنوات يحمل رمزية كبيرة رسائل تضامن وتعاضد مع الشعب السوري وقد عانى ما عاناه من إرهاب وحصار اقتصادي نعبر عن تضامننا مع الشعب السوري الذي عانى سبع سنوات من الحرب الحرب التي خاضتها قوى عالمية تسعى لتدمير هذا البلد والسيطرة عليه رسالة أمل للشعب السوري الذي انتصر على الحملات السياسية والإعلامية وخرج أكثر قوة دعوات إلى طرد الجيوش المعتدية من الأراضي السورية ضمن نقاشات وأوراق عمل نقاشات ركزت أيضا على الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعلى الحملات العدوانية الأمريكية ضد فنزويلا نطالب بانسحاب القوات الأمريكية وحلفائها التي ظهرت بشكل علني على الأراضي السورية وندعو إلى انسحاب القوات التركية وإنهاء وجود كل القوى الإرهابية من سوريا مواقف حملت مشاعر دافئة أنقلها ممثلوا لجان السلم العربية عادوا إلى دمشق بعد طول غياب دعما وتعاضضا فلسطين وسوريا ولبنان التي لديها أراضي محتلة من الجانب الإسرائيلي من الواجب أن تكون في خندق واحد لإنهاء هذا الاحتلال الأزمة انتهت سوريا رجعت كما كانت فاتحة حضنها لجميع ضيوفها وأصدقائها ومحبينها ومناصرينها والناس المتضامنين معها عشرات المشاركين في الاجتماع ينقلون مشاهداتهم في سوريا إلى مجتمعاتهم وأصدقائهم أحاديث كثيرة عن كفاح شعب للعيش بسلام وأمان في مواجهة عدوان إقليمي ودولي مجلس السلم العالمي سجل وقوفه مبكرا إلى جانب سوريا في مواجهة الحرب يجدد دعمه للسوريين وهم يطون صفحة الحرب والدمار ويفتحون صفحة السلام وإعادة الإعمار حمد الخضر من قاعة رضا سعيدة في جامعة دمشق الميادين قتل أربعة عشر مسلحا من قوات السوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا خلال معارك مع تنظيم داعش في منطقة شرق الفرات المتحدث باسم قوات السوريا الديمقراطية أكد استغلال داعش حالة التقس لشن هجوم على مواقع لقصد فيما أكد المرصد السوري المعارض أن داعش قتل ثمانية وستين من مسلح قصد في الاشتباكات افتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط معرض الصاروخ بدر 1P الباليستي الذكي الجديد وأشارت القوات الصاروخية اليمنية إلى أن الصاروخ مطور من بدر واحد ويعمل بالوقود الصلب وتصل دقة إصابته إلى ثلاثة أمتار وأعلنت القوات في بيان عن الكشف قريبا عن منظومات صاروخية جديدة أخرى وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبدالعزيز بن حبتور أن اليمنيين يتعرضون لأسوأ حالة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية بن حبتور أكد أن العدوان يرمي إلى تدمير أسس الدولة اليمنية بما في ذلك تدمير أسس النظام الجمهوري المختلف عن أنظمة الحكم في الجزيرة العربية رئيس حكومة الإنقاذ شدد على أن أسرا يمنية بالكامل تموت جوعا جراء الأمراض الناتجة من الحصار وتدمير المؤسسات الصحية على يد التحالف في تونس أكدت هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد لبراهمي أكدت وجود ضغوط على وزارة الداخلية لعدم فتح الغرفة السوداء داخلها التي تحوي وثائق تدين حركة النهضة على حد تعبير الهيئة وأشارت إلى أن أعوان الإدارة العامة للمصالح المختصة في وزارة الداخلية تعرضوا لتهديدات ومحاولات ابتزاز لتسليم محتويات الغرفة السوداء ودعا محمول هيئة القضاء إلى تحمل المسؤولية ووضع يده على الوثائق قبل إطلافها الرسائل الأخرى وجهناها إلى يوسف الشاهد الرؤساء الثلاث باعتبارهم مسؤولين على تسيير البلد هذه وباعتبارهم مسؤولين على إنفاذ القانون وتنفيذه ومسؤولين أخلاقيا وسياسيا وقانونيا على الكشف على مثل هذه الجرائم التي تعيق تقدم البلد واليوم ما نجموش نتحرك في بلد فيها جهاز سري خارج على الدولة الغرفة السوداء بمعنى أنها تحتوي على وثائق لم تعرض على القضاء وعلى وثائق تم إدخالها لوزارة الداخلية بدون إذن قضائي هذه وثائق سوداء لا يعرفها القضاء ولا تعرفها وزارة الداخلية تتعلق بمعطيات اختيراء برشا معطيات فاية كبيرة فها جرد أولي على كل حال ونفضل أنه ما ندخلوش في تفاصيلها ولكن من حقنا أن نطالبوا ببسط سلطة القضاء عليها أحنا ما طالبنا أنه نفكوا ونزوه رحوا بالدها أحنا طالبنا أنه قضاء وحاكم التحقيق تحديدا يضع يده على الوثائق هذه يدرسها ويشوفها جدد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أدعوة إلى إجراء تعديل وزاري لتعزيز العمل الحكومي من خلال تأليف حكومة ائتلاف وطني مفتوحة لكل الأطراف السياسيين للمشاركة فيها كما أكد المجلس شورى النهضة حرص الحركة على المحافظة على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة وموصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة ولإنجاز تحوير وزاري جزئي تجدد حركة النهضة موقفها الداعي لإجراء تحوير وزاري لتعزيز العمل الحكومي واليوم نرى بأن الحياة السياسية عموما تتجه إلى هذا الخيار خيار التغيير الوزاري الجزئي وهو ما ندينا به في حوارات قرطاج لأن ذلك يوفر طاقات ويوحد البلاد نحو الاتجاه لاستكمال ديمقراطيتها في ساو باولو تظاهر الألاف من أنصار مرشح الرئاسة اليساري فرناندو حداد المتظاهرون ملأوا الشوارع المركزية للمدينة ورددوا شعرات وحملوا لافتات داعمة لمرشحهم كما عبروا عن ثقتهم بفوز حداد ضد المنافس اليمني جاير بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الناس بدأوا بالتصويت لمشروع ولتقديم مقترحات لأننا نضع الضمير أولا بدلا من الكراهية أن تضع سلاحا في يد طفل فلن يحل شيئا ما سينفعه هو الكتاب في يده أنا متأكد من أننا سنفوز سيكون لدينا مدرس في رئاسة الجمهورية سنفوز أنا أؤمن بحب الشعب البرازيلي وأؤمن بالديمقراطية وأعتقد أننا قد تحولنا بالفعل حداد سيفوز بالتأكيد خبرنا الأخير من روما حيث تظاهر ألاف المحتجين أمام مبنى البلدية تنديدا بتدهور أحوال العاصمة الإيطالية مع انتشار الحفر والقمامة في الشوارع فيما تجوب الخنازير البرية طرقات منتقدون للوضع في المدينة قالوا إن حالتها في تدهور منذ سنوات متهمين رئيسة البلدية بعدم الوفاء بتعهداتها خلال حملتها الانتخابية بالقضاء على مشكلة تراكم القمامة في ختام النشر هذا تذكير بعنوينها قمة إسطنبول الربعية التزام وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب وخلافات في الموقف من الأسد وبشأن المدة الزمنية لإنشاء اللجنة الدستورية أحد عشر قتيلا في هجوم على كينيس يهودي في ولاية بنسلفينيا الأمريكية والترامب يعده جريمة معادية للسامية وقف إطلاق النار في غزة بوسطة مصرية قلق إسرائيلي من تآكل الردع والمقاومة تحبط محاولة تغيير قواعد الاشتباك من مصقة إلى المنام مرورا بالدوحة وأبوظبي وضعوا صفقة القرن على سكة التنفيذ وتحالف استراتيجي برعاية أمريكية إسرائيلية لمواجهة إيران وحلفائها تعديل وزاري في إيران وروحان يؤكد أن تهران قادرة على تركيه أمريكا وستتصدى بقوة للحرب الاقتصادية المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net إلى اللقاء